ثلاثون هدفاً تسعى لتحقيقها محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ كوب 27 في مدينة شرم الشيخ المصرية نهاية العقد الحالي لتحسين حياة أربعة مليارات نسمة الأهداف الثلاثون طرحت ضمن خطة أطلقها ثلاثاء مصادفي كوب 27 وحملت اسم أجندة شرم الشيخ للتكيف والمأمول منها مساعدة المجتمعات لأشد فقراً في العالم على الصمود في مواجهة آثار الاحتباس الحراري والمرجو من الخطة أن يعمل القطاعان العام والخاص لتحقيق أهداف مشتركة بينهما والإسراء بالتكيف مع تغير المناخ عبر تحديد أهداف لقضايا تشمل مجالات الأغذية والزراعة والمياه والطبيعة والسواحل والمحيطات وتضم لائحة الأهداف العاجلة للخطة التي كشفتها رئاسة المحادثات نقل العالم إلى ممارسات زراعية أكثر استدامة يمكن أن تزيد المحاصيل بنسبة 17% وتخفض الانبعاثات بنسبة 21% كما تشمل الأهداف الأخرى حماية ثلاثة مليارات نسمة من تغيرات التقص الكارثية عن طريق إقامة نظم إنذار مبكر لمساعدتهم على الاستعداد والاستثمار في استعادة أشجار المانغروف التي توفر حماية من الفيضانات وبالمجمل تهدف الخطة إلى جمع ما يصل إلى 300 مليار دولار في العام الواحد من المستثمرين في القطاعين العام والخاص ويذهب عادة معظم تمويل المناخ إلى جهود تخفيف آثار تغير المناخ في العالم مثل خفض الانبعاثات على الرغم من دعوات الأمم المتحدة التي تطالب بأن يذهب نصف التمويل إلى مساعدة الدول المعرضة للمخاطر على التكيف اشتركوا في القناة